محمد دلعنزي أبو لمة اليوم النصر يعني قرع جرس اندار كان هو الأكثر تأهيلا أفضل فنيا من بين كل الفرق بعد فترة الاعداد. إيش اللي قاعد يصير في النصر؟ هو امتداد امتداد للفترة التي سبقت التوقف. يعني كان النصر قدم مستويات كبيرة قبل فترة التوقف اللي امتدت إلى شهرين تقريبا اليوم يواصل مسيرته في هذا المستويات المتصاعدة اللي قدمها صحيح فترة التوقف كانت في شك وخوف على كل الأندية انها ممكن تسبب مشاكل لكن اعتقد ان النصر اليوم نجح ان يعطي الكثير من علامات الاطمعنان لجمهوره انه قادر على تسير الامور كما يجب اعتقد اليوم النصر هذه رابع رباعية او ثالث رباعية على التوالي رابع رباعية في الدوري فهذه كلها ارقام تثبت لك القيمة الفنية والقيمة العالية لنادي النصر ايضا يمتلك النادي النصر مدرب بحجم قريسة هذا اللاعب الذي قادر يتعامل مع مباراة كل مباراة على حدة هذا المدرب الذي قاعد يوظف اللاعبين يدور اللاعبين يعرف الشيء بغا من المباراة اليوم كان النصر في اختبار مهم انا بالنسبة لي كنت تابع النصر في المباراة اللي استطاع ان يتألق فيها ويفوز فيها كان هو دائما يبدأ في التسجيل ويستمر هذه اول مباراة النصر يتلقى هدف ويتأخر بهدف فكان شكل فريق بالنسبة لي كان يعني ما استعجل على المباراة شفنا كيف حقق المهم مع نهاية الشوط الأول للأمانة الزميل عماد يقول تاليسكا المجموعة قاعدة تخدم تاليسكا أنا أشوف العكس أنا أشوف هذا اللاعب قاعد يخدم الفريق بشكل كبير يعني لاعب يمتلك الحلول الفردية حينما تصعب المباراة لاعب يمتلك الصناعة لاعب يمتلك التهديف لاعب قيمة فنية عالية هو قاعد يحرك الفريق بشكل كبير هو اللي قاعد يخدم الفريق بشكل مستمر شفنا تاليسكا قيمة فنية عالية جدا تضاف توجهها أنه يكون هداف لهذه المسابقة حتى الآن أعتقد شاهدنا كم الجملة كم الجملة أعتقد أنه موسهل جدا أنه لاعب تجده يسجل يصنع وأيضا يمتلك الحلول الفردية حينما يجد الفريق نفسه في موضع حرج مثل الأنديا اللي قاعدة تقفل وتكون لحظة دباعية قبل كاس العالم كان فيه كلام أنه أبو بكر فيه الخفاض في مستوى لما راح الكاس العالم قدم أداء جدا متميز اليوم أنت كيف شايف مستوى اليوم سامعني أنا سامعك وليد بس شديد في الصوت تمنى الشباب على الجونة لكن إجابة على كلامك اللي أنا بقوله اللي بقوله أبو بكر أنه الموضوع بالنسبة لأبو بكر حقيقة يعني قاعد يقدم نفسه بشكل كبير أي نعم اللاعب علامة استفهام مع نادي النصر أعتقد عملية التوظيف عملية التوظيف اللاعب لها دور ولكن قاعد يسجل قاعد يخدم الفريق أعتقد عنده القابلية أنا كنت أتحدث عن أبو بكر أنه دائما يكون خارج الصندوق وبالتالي تخف خطورته أبو بكر لما يكون في الصندوق وهذا مكانه لما يجد المساحات أعتقد أنه يتميز أنا لازلت أقول ولازلت أشدد أنه أبو بكر سينفجر في الدور السعودي متى الله أعلم هذه قناعتي لهذا اللاعب لأنه ذوقي معالي نعم